من هنا من منطقة كفار احباب في غازير سرقت هذه السيارة قبل اكثر من شهرين وبينما كانت التحقيقات تتابع من قبل مكتب السرقات الدولية تبلغ السيد كلاس كلاس ان السيارة المفخخة في حالة حريك هي سيارته المسروقة واكدت مصادر امنية للجديد ان نبيل احمد الموسوي من بلدة نبيشيت البقعية هو من يقف وراء سرقة سيارتين الكيالتين انفجرتا في حالة حريك والهرمل وبحسب شهادة بعض السكان في المنطقة فان ثلاثة سيارات كانت قد سرقت في الفترة الماضية من الحي نفسه وان المحاولة الرابعة كانت بقوة السلاح لكنها باقت بالفشل بعد تدخل احد النواطير كانت واقفة هون السيارة باخر تشنين الاول ان سرقت حوالة اربعة الصباح بظرف 11 ديئة كانت متأخذ السيارة بدون اي مفتاح هونشي كسروا الزيز وفاتوا منه طبعا احنا متل اي شخص بيروح بيبلغ عنا بلغنا وراحت على مكتب السرقة الدولية وعم انتباع الشغلة والفتاح بيقعوا معنا يعني انو شو الطريقة بيدوروا فيها السيارات مع هنو بيعرف برحل كانوا كمان بعض المكتب السرقة الدولية عم بيتابعوا التحيق كان بيان معهم شي كانوا مشتبهين انو ممكن هاي السيارة يصير فائية عملية رحبية لا هيك معاينوا بس كانوا عم يجوا ويفتشوا عم يجيبوا كلمة واحد كمشوا اي حدا من اي عصابة كانوا يجوا يجوا يشوفوا يبرموا اذا هو اخذ السيارة قوى الامن الداخلي تتابع موضوع السرقات والعصابات المتخصصة بانواع محددة من السيارات وتقوم بالتنسيق مع باقي الاجهزة الامنية عند الاشباه بأي مسألة امنية مكتب السرق الدولية بتوجه على المكان بقوم بالتحيقات وبيرجع للمشتبه فيهم للمتخصصين في بعض السيارات يعني عنده مشتبه فيهم قوائم متخصصين بسرقة سيارات معينة وبقوموا تحريتهم وبلاحقوا المعنيين فيما يتعلق بالكيا بعد حياء بعد الانفجار الارهابي اللي ضرب بالهرمل شعبة المعلومات وقفت السرق اللي هو متخصص بسرقة الكيا اليوم نتيجة كمان المتابعة لانه فيه اكتر يعني فيه بالمبدأ فيه شخصين بالمبدأ فيه شخصين متخصصين بهيد السرقة يعني يعتقد انه المشتبه فيه المعني بسيارة الحارة الحرايك اللي صارت السرقة اللي سرقة يعتقد انه تم توقيفه كمان اللي هو بيسرق كيا وامن مكلفين بمتابعة السيارات المسروخة بحادث امنة متل موجود اليوم كيف بتصير عملية التنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى اللي عم بتحاقي بموضوع التفجيرات يعني الاجهزة الامنية كلها متعاونة وفيه تنسيق مع الاجهزة الامنية لمتابعة عمل السيارات المسروخة وغير عصابات اللي بتقوم بالاعمال الارهابية هيدا العمل يعني فيها تنسيق بين كل الاجهزة لها المتابعة تعود للقضاء المختص النية بالعام المختصة إما النية بالعام الاسقنا فيه أو النية بالعام العسكرية بس اكيد يعني فيه تبادل معلومات وفيه تنسيق على اعلى المستويات خاصة بهذه الموضوع وبحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي فإن المعدل الشهري للسيارات المسروقة في لبنان بلغ 137 سيارة وأمام هذا الرقم الكبير لا يمكن للحواجز الأمنية متابعة وملاحقة كل هذه السيارات المهم كمان هون دور المواطن يساعدنا بوضع سيارة وبأماكن يعني عدم وضع بأماكن معزولة بأماكن ما فيها إنارة وضع بمكان محمي داخل إذا كان موقف محمي تحت المبنى أو بمكان مغفل ضروري جدا إما إذا كان سيارة جهاز التعقب أو يلي هو منه مكلف يعني كمان يلي هو قفل المقود يلي منه مكلفه كتير يعني بيخلي السرق أنه ما يقرب على السيارة يعني بيخفف كتير عدد أنواع يعني بيخفف كتير أنواع السرقة أو بيخفف كتير كمية السرقة بيخفف كتير عدد السيارة المسروعة المتابعة الأمنية للسيارات تتواصل رغم الصعوبات التقنية وأشارت مصادر أمنية للجديد في هذا الإطار أن كاميرات المراقبة في بلدة الفيكهة ساهمت بشكل فعال بمعرفة مثار السيارة الكية التي انفجرت في الهرمل باسل العريضي قناة الجديد